الخل، أنواعه وفوائده الخل هو سائل طبيعي ينتج عن تخمر مواد عضوية، ويعتبر جزءاً مهماً من التغذية والطهي. يتوفر الخل بعدة أنواع، وكل نوع يتميز بخصائصه الفريدة واستخداماته المتعددة. أنواع الخل، وانا خل التفاح، يعتبر من الأنواع الشهيرة والمفيدة للصحة، غني بالأحماض العضوية والمضادات الأكسدة. 2. خل العنب، يستخدم على نطاق واسع في الطهي وصناعة الصلصات، له طعم فريد وخصائص صحية. 3. خل الأرز، يشتهر في المأكلات الآسيوية ويعتبر خفيفاً على المعدة. يستخدم في تحضير السوشي والصلصات الخاصة، فوائد الخل 1. تحسين الهضم، يعزز إفراز الأحماض المعوية ويساعد على هضم الطعام. 2. ضبط مستوى السكر في الدم، يبدو أن للخل تأثيراً إيجابياً على تنظيم مستويات السكر. 3. فقدان الوزن، يعتبر بعض الأشخاص أن تناول كميات صغيرة يومياً يساهم في إدارة الوزن. 4. مكافحة البكتيريا، يظهر الخل خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. 5. تحسين صحة الشعر والبشرة، يستخدم الخل في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر. الختام، باختلاف أنواعه واستخداماته، يظهر الخل كمكمل غذائي ومكون أساسي في المطبخ. يشجع على استخدامه بحذر وفقاً لاحتياجات الصحة الشخصية، مع الاستفادة القصوى من فوائده الصحية والتذوق الرائع في الأطعمة. ترجمة نانسي قنقر